اه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه النهاردة بوريكم اه النهاردة نزلت جبت بطاطس من العربيات اللي بتبقى وقفة في العاشر من رمضان. تمام? اه الشكارة ديت بتبقى تمانية كيلو. بيبقوها بعشرين جنيه. يعني كيلو او باتنين جنيه ونصف. فطبعا انا لقيت سعالها كويس وبطاطس حجمها كبير زي ما احنا انتم شايفين كده. فانا اه اشتريت منها. اه جيت هنا فتحت شكارة. فجأت ان البطاطس دي بطاطس خضرة مصرطنة. تمام? انا هفتح الشكارة. اه طبعا هما بيحطوا بطاطساية على الوش كويسة. تمام? بيحطوا بطاطساية على الوش كويسة. اول واحدة على الوش كويسة. بعد كده بتلاقي بطاطس خضرة. زي ما احنا شايفين كده بطاطس كلها خضرة. البطاطس خضرة. اللي هي البطاطس المصرطنة. تقطع البطاطسطاية. تتلاقيها من جوه مخدرة. تمام? هما بيحطوا لك كم واحدة حلوة على الوش. تمام? وين تخش جوه تتلاقي البطاطس مخدرة. زي ما احنا شايفين كده البطاطس خضرة. تمام? البطاطس دي طبعا كلها مسرطنة. فطبعا انا بصور الفيديو ده عشان الناس كلها تخلي بالها وما حدش يشتري من البطاطس ديت. تمام? ما حدش يشتري من البطاطس دي عشان البطاطس دي بتجيب سرطان وبيتجيب فشل كلاوي. ناس بتقعي العشرة من رمضان كلها. كل سكنين العشرة من رمضان. البطاطس دي ما حدش يشتريها نهائي. يقام افتح الشكارة وشوف من تحت اخبارها ايه. اللون البطاطس ايه. تمام? واي حد يلاقي عربية بطاطس. بيباع بطاطس لها خضرة زي دي المسرطنة لزي دي. يتصل على طول بوزارة التومين او بحماية المستهلك تروح تمسكها. تمام? والسلام عليكم رحمة الله وبركاته.